وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود وموصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تنول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة حيث عرض السيد محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024 وتقضي بآفاء العملاء من كافة المصرفات والعملات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصرية وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد ومؤصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد إلى الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر